انت اشتر واحد بتعرف تشتغل تحت ضغط فتلاقي نفسك مبسوط اوي انك انت حدي بيقولك تشتغل تحت ضغط بس فجأة بتستحملش الضغط وبتقع وتتعصب وبتتنرفز وبترمي الدنيا واللي فيها وتبقى عايز تمشي بعيد ما حد شوفك كانت الاهالي كده عندها جملة صعبة اول ما تلاقي الابن يقولها كده ولا ابنك يقولك اه نفسيا تعمل بتتريع عليه نفسيا نفسيا ايه ابو نفسيا هو انت ايه يعني اكله عندك وفلوسه عندك ودنيا نفسية ايه نفسية ايه روح شوف الناس اللي بتعمل وهي بقى فعلا هو نفسيته تعبانة ويبدأ يخش قطه ويقفل على نفسه وحياته تتدمر وتلاقي بقى بيعمل بقى خطايا بيعمل علاقات غلط عشان انا بس ما سمعتش منه كلمة نفسيا على فكرة احنا اسوأ علاقات او اسوأ تربية بنعملها ان اول ما اسمع كلمة نفسيا التريع انا نفسيا تعبان مش انت بصحة وكويس مش انت واقفة هو بتقولك مش انت هو بتزاكر وبتأكل وبتشرق وبتشتغل وبتروح وبتصور برامج وبتعمل فيديوهات وبتروح تشتري حاجات وبتعمل شوبنج وبتصيف ومش عارف ايه ما انت هو عايش انا نفسيا ميت احنا بناخدش بالنا من الفكرة دي خلص ما انت هو قاعد على الفيس يا عمي ليه النهار وبتكتب وبتنزل صور ايه بس انا نفسيا مش مبسوط ما انت هو يا عمي بتخدم ايه بس انا نفسيا تعبان ما انت هو يا عمي ناجح في شغلك ايه وانا نفسيا مرهق في حاجة اسمها الارهاق النفسي اللاعب زي احمد رفعت وزي حرس المرمى ده وزي وزي وصل معا المرحلة انه نفسيا مات فهو عمال يقول انا تعبان ما انت كويس انا تعبان لكن فجأة الشخص ده بيقع 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 منك فمرة انا حكيت قصة كده حصلت معايا يعني فجأة النور قطع في البيت كله عندنا في العمارة فخركت بره الشباك كده لقيت ان الشارع منور والعمارة منورة والعمارة تانية الوحيدة النور قطع فيها ما فيش نور في ايه يا جدعان ما نعرفش في ايه يا جدعان ما نعرفش صلنا بشركة الكهرباء ما نعرفش ايه يا جدعان في حاجة ما نعرفش لحد ما جلنا حد من شركة الكهرباء وشاف الايه المكان اللي بيقى فيه الكهرباء في الشارع ده بس كده قال يا جماعة العمارة دي الحمولة بتاعتها تلاتة فاز لكن دلوقتي هي محملة على فاز واحد بس يعني ايه يعني كل الكهرباء اللي في البيتنا حملة على فاز واحد ويما فوت حمل على تلاتة فاز ففجأة حصل ايه بقالنا سنين العمارة دي على فاز واحد انا ركب تكيف اللي فوقي ركب تكيف وده يركب تلاجة وده يحط مايكرويف وده يحط سخن وده يحط تكيف تاني واللي عنده في شقةه تكيف واثنين وتلاتة وشايفينها منورة وشايفينها كده الدنيا زي الفل هي ماشية وزي الفل والعمارة هي منورة لكن فجأة العمارة عملت ايه قطعت نور اوقات فيه ناس كده بنفتكر ان هم قادرين يحتملوا ما هم كويسين هم وتفضل تحمل على الزيادة ما هم يستحمل هم تحمل على الزيادة تقوله كل مجرحة يسكت فتفتكر انك انت من حقك انك تقوله كل مجرحة تاني فيسكت تهينه بكلمة او تعمل معاه موقف او تسيبه في مشاكله او او تقوله كلمة توجعه وهو ساكت ويقولك معلش اه قصو ده طيب قصو ده مش لا 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 ده بيطلعش منبقوا العيبة كل ده حلو خالص بس انت عملت تحمل عليه هيجي في يوم والشخص ده يقع هيجي في يوم والشخص ده يموت كتاب مقدس بيقول كده احملوا اثقال بعض احملوا اثقال بعض ده العالم اللي برا بيقولك القفة اللي مودنين بيشيروها اثنين كتاب مقدس بيقولك اثنين خيرهم من واحد احنا ليه بي بنحق يعني ليه ما بنحملش من بعض ونحمل على بعض ليه لما بتشوف شخص قادر انه يحتملك فتلاقي نفسك انك عندك الاحقية وان عندك الحق مدام احتملني مرة واثنين وثلاثة وعشرة يلا تضيله فوق دماغه العمر كله لا مش هيحتمل ايقع منك ولو مات بسببك ولو مات وتعب بسببك انت لا هتتضر بقى نفسيا